اهلا بكم مشاهدنا الكرام في بداية هذه المسائية نرحب بأسماء منتع ذمان التي ترافقنا في تقديم هذه النشرة بلغة الإشارة استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي وفدا من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير السياحة السعودي الأستاذ أحمد الخطيب وتطرق اللقاء لمجالات تعاون بين البلدين وسبل الدفع به نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديواني رئيس الجمهورية السيد المختار واللجياء ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة سيد المرابط البناهي وسيد زيد بيو المحمد محمود مستشار برئاسة الجمهورية ومن الجانب السعودي سفير المملكة العربية السعودية بن واكشوت سعادة السيد محمد بن عايد البلوي وسعادة وكيل وزارة السياحة الأستاذ سلطان المسلم والمستشار سعادة الدكتور فرحان الفرحان وسعادة الأستاذ محمد الشمري المدير العام لعمليات إفريقيا أنها مستشار سي så loose أغريق الـ حوض النبрий سيف 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 المسلم